السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم طلابنا العزاء بعائلتكم عائلة أكاديمية القمم الطبية إن شاء الله يارب تكونوا بخير وصحة وعافية اشتاقينا لكم وهوان راح نبدأ اليوم بموديول جديد اللي هو رسبارتري موديول أو اللفظ صحيح رسبارتري موديول هس راح نشرح محارقة الهيستولوجي بس قبل ما نشرحها عندي كم نقطة أحب أبضحها لكم إنه الأناتومي مثل ما تعودتوا على دكتور عبدالله صباح الفيزيولوجي على دكتور يوسف حسب علمي إنه الفيزيولوجي من الرسبارتري موديول مشروح ب13 محاضرة شرح ممتاز جدا وشارح لكم بيها ورابط لكم يالحالات السريرية الكلينيكل أما بالنسبة لموديول الكارديوفوسكولر موديول فأيضا حسب علمي إنه أخذكم دكتور اسمه دكتور يوسف كنعان وإذا المحاضرات دكتور يوسف موجودة مع هذا إذا لقيتوا بيها الصعوبة أو ما حبيتوا إنه قلتوا محاضرات حسب ما سمعت إنه المحاضرات طويلة كل بارت ساعتين إلى آخرهي فأني أشرح لكم إياها إن شاء الله الشون راح نمشي بهاي الفترة وشون راح نعوض الأسابيع اللي فاتت أولا قبل هذا أنا أحب أشكركم لأن قدرتوا بظروف ماتي وأني أشكر حرسكم اللي راح يصر هو كالتالي إنه إحنا راح نمشي الريسپارتري موديول وياه الكلية يعني من تأخذوا المحاضرات إن شاء الله تنزل لكم بيوم أو يعني وراها بيوم ومن يصير فراغ مثلا يوم جمعة يوم سبت أو مثلا أنتو أيام عدكم هذا السريري ECE أو مدر شنو فهذا إحنا بهاي الأيام راح أحاول إن شاء الله أن نزل لكم من الكارديولوجي هو الكارديولوجي قصير ما بيهديش المحاضرات لهواية فإن شاء الله اللحق عليها فإن شاء الله شباب بنهاية موديول الريسپارتري إحنا راح نكون مكملين الريسپارتري والكارديولوجي فإطمئنه من هاي الناحية وإن شاء الله جي آيتي نستمر فمن ناحية المادة وشون نكملها ومدر شنو فإن شاء الله أيتكم تطمئنون وآلوا إياكم الش تريدون آني حاضر نبلش بمحاضرتنا ما اليوم إلي هي تحتي عن الهيستولوجي of the upper respiratory system كلمة upper respiratory system معناها أكو لوا شون أنا قلت لكم مادام أكو انتيرير أكو بوستيري إلى آخر فهيس راح نعرف شن الـ upper وشن الـ lower respiratory system قبل ما نبدي بالحتي واللغوة مع المحاضرة والخرط مع الهيستولوجي لازم نحط فد الخريطة الأساسية اللي آني دائما عودتكم أن نخليها في بداية المحاضرة مالتنا ألا وهي أنه دكتور هذا من دي يقسم إلى upper ولور respiratory system على أساس شنو؟ على أساس الأنتومي لو على أساس الفيزيولوجي هذا التقسيم على أساس الأنتومي فنقول هذا anatomical classification هذا على أساس الأنتومي على أساس الأنتومي شباب راح نقسم إلى upper ولور الأبر لي وين توصل؟ توصل لحد الفارنكس وتوقف يعني هس أنت من تقولي upper respiratory system فإحنا هنان راح نوقف للفارنكس ونوقف الفارنكس اللي هو بالعربي البلعوم راح أدوي دكتور البلعوم إش جاب البلعوم وما الأكل؟ لا أيضا شباب أنت تتنفس عن طريق الماث فهذا الهوى أيضا ممكن البلعوم يشارك بها هاي النقطة الأولى واللور المين اللور يبدي من اللارنكس اللي هي الحنجرة التريكية اللي هي القصبة الهوائية بعض الأحيان تليفون بتريكية بعد شنو البرونكاي اللي هي الشعبتان يعني إحنا عدنا هاي القصبة الهوائية شون يصر رسم مالتها؟ راح أسملك يا نانا على الجانب القصبة الهوائية وراها تبدي تتفرع يصر تفرع بهذا الشكل فإحنا عدنا هاي هي التريكية وهنا تبدي تتقسم البرونكس هاي البرونكس وراها هاي الشعبتان شوف هي هنانا من نانا دخلت هاي هنا نواب حي أمك هاي قسم وهاي قسم وراها بدت تتشعب فإذن لذلك نصح لهاي الشعبتان وراها تبدي تتفرع هنا فإذن هاي عدنا التريكية اللي هي القصبة الهوائية عدنا البرونكاي وعدنا اللنكس اللي هي الرئتين هذا بالنسبة للأناتوميكال كلاسيفيكيشن أو أناتوميكال تو تايبس أوف الرسبراتري تركت يعني تقسيم الرسبراتري تركت وراها راح نشوف بالإستعدادات الجاية أكون تقسيم على أساس الفيزيولوجيا على أساس وظيفة هاي الأعضاء المكونة للرسبراتري تركت قبل ما نكمل لازم نعرف شباب أنه أكو برونكاي وأكو المصغر مالتها اللي هو البرونكيول فإذن أكو برونكاي وأكو برونكيول البرونكيول أيضا شباب أحب أقسمكم إياها إلى قسمين هاي يفيدك من ناحية الفيزيولوجي اللي هي شنو شباب اللي هي التيرمينال برونكيول and رسبراتري برونكيول رسبراتري برونكيول رسبراتري برونكيول هس إنتوا تعودتوا علي أنا أحب أربط لكم ويا كل المواد مع المودول ليش؟ لأن هاي هي القراءة الصحيحة للمودول أيضا حتى من يجي دكتور يوسف يشرح لك الفيزيولوجي أنت ما تيجي أطرش بالزفة عندك شوية فد مبادئ تعرف شنو البرونكيول تعرف ما دو شنو حتى تتكنك ويا دكتور يوسف فإذا البرونكيول شباب تتقسم إلى تيرمينال تيرمينال يعني نهايات ما البرونكيول يعني نهايات الشعب الهوائية نهايات الشعب الهوائية وعدنا رسبراتري برونكيول من نستخدم كلمة رسبراتري برونكيول معناها هاي رح تقوم بوظيفة التبادل الغازي فإذا البرونكيول من ناحية فيزيولوجي بوينت أوف فيو رح نقول إنه هاية تشارك بالغاز اكسجينج إذن هاية تشارك بشنه بالغاز اكسجينج اللي هي تبادل الأوتو والسي أوتو فإذن شباب إش صار عندي صار عندي آني تريكيا اللي هي القصبة الهوائية برونكاي الشعب الهوائية والبرونكاي الشبيرة تتقسم إلى برونكيول شعب هوائية صغيرة بعد عندي هنا شنو عندي الأليفيولاي أليفيولاي بالعربي هي الحويصلات الهوائية فإذا نصار عندي شباب هذا مهم وضروري جدا أنه أنت تفهمها بالعربي ليش يعني تحفظ الترجمات بالعربي ليش أولا حتى أنت تفهمش دي يصير ثانيا بالمجتمع مالتنا وهوائية تجي التهابات مع المجاري التنفسية هوائية يعني جد ما تسخيله هوائية هي هوائية خاصة بالشتاء كل ما يتبدل الموسم تلقي المستشفى خاصة مع الأطفال مليانة فأنت لازم تكون دقيق التهاب قصبات هوائية يعني تحكي هنا التهاب شعب هوائية لو التهاب حويصلات هوائية كل وحدة تأثر فإذا راح أكتبك هنا التريكيا اللي هي القصبة الهوائية القصبة الهوائية من يصير بها التهاب نصح له تريكيايتس هاي إن شاء الله نشرحه بالباثولوجي بعد عدنا عدنا البرونكاي والبرونكيول اللي هي الشعب الهوائية هاي الشعب الهوائية فإذا من يجي التهاب يا أما نقول برونكايتس أو برونكيولايتس بعد عدنا عدنا هنا أخير شي اللي هي الاليفيولاي الاليفيولاي شباب اللي هي الحويصلات الهوائية هاي الحويصلات الهوائية اللي هي مسؤولة عن التبادل الغازي وسنشرحها بالتفصيل هاي من يصير بها التهاب راح نصح له نيمونيا اللي هي التهاب ذات الرأة ما يلوها الرسبراتري التراثة وأيضا هاي راح نشرحها بالتفاصيل بالباثولوجي هاي فد مقدمة بسيطة فنقول الرسبراتري سيستم يسوي لتبادل الغازي بالO2 and CO2 to and from the blood وهي احنا نعرفها من شنة احنا ناخد علوم أو ناخد أحياء بالأول والثاني المتوسط لنك and branching system اللنك اللي هي الرأتين branching system of bronchial tube ما المنمال الشعب الهوائي من يقول لك branching system معناه يقصد اكو مصطلحات ان شاء الله راح تاخذوها بالمراحل الجاية بالمراحل المتقدمة بحر الرابعة والسادسة اكو يصحولها main bronchus main bronchus بعدين bronchi وبعدين bronchure هاي حتى تفهمها ليش لان هاي مهمة من ناحية pathology main bronchus هذا الفرع الرئيسي اللي يجي من القصبة الهوائية يعني احنا قلنا هاي القصبة الهوائية من يجي نرسمها هيج هاي اول تشعب هاي هي المين bronchus من تكثر التشعبات انصح لها bronchial ونهايتها انصح لها لبرونchiol فهي بس حتى تخليها ببالك فيقول link the site of gas exchange يعني هاي الشعب الهوائية هي تربط المناطق والمواقع المسؤولة عن التبادل الغازي with the external environment this system يقول the system اللي هو ما يعني يا system الrespiratory system يقسم anatomically وfunctionally من يقول لك functionality شباب هنانا معناه من ناحية الفيزيولوجي هاي يعني هنان من ناحية حاتش دكتور يوسف anatomically حاتش دكتور عبدالله شنو يقول الاناتوميك الان انت بكناها قسمة الى upper respiratory tract والى lower respiratory tract واني حطيت لك هاي الصورة الفوق شوف هس هنا upper ولور هاي الصورة الفوق هاي احنا عدنا هنا لـ upper respiratory وهنا lower respiratory tract من ناحية الفنكشن من ناحية الفيزيولوجي يقول the system has two components هاي نقطة مهمة شباب خاف يجيب لك يا هاي السي يقول لك احشي لي عن respiratory system لازم انت تحشي لك تقسيمات اثنين هنا من ناحية الفنكشن راح نشوف اكو شغلات بس تنقل الهواء يعني بس تعبر الهواء من external environment من البيئة من الغرفة اللي انت قاعد بها للحويصلاة الهوائية وبعدين الحويصلاة الهوائية هي تقوم بعملية التبادل الغازي فانت لازم تفهم انه وظيفة هاي هنا راح نحشي فزلجة شوية راح نطول بها الفيزيولوجي respiratory system يقسم الى قسمين من ناحية الفيزيولوجي قسم ناقل للهواء شوف قسم ناقل للهواء هاي القسم الاول وهذا الى الحصة الاكبر من السيستم والقسم الثاني شباب هو اللي يقوم بالتبادل التبادل الغازي فاذا من تنسئل شنو موظيفة respiratory system انت لازم تقول الى respiratory system الى وظيفتين اول شي نقل الهواء وثاني شي هو التبادل الغازي فهاي مهمة جدا راح نشوف الناقل للهواء راح نصحل لهذا هو ال الconducting portion هذا هو الconducting portion يعني ستشون مثلا السيارة السيارة هو المحرك من يوصل للبانزين هو راح يحرق البانزين ويولد الطاقة مالاشتعال والأنابيب اللي وصلت الى هاي أنابيب نقلة البانزين نفس الشي جهاز التنفسي تخيل ويايا هذا محرك السيارة هو الاليديولاي هو الحويصرات الهوائية اللي قام بعملية التبادل الغازي اللي قام بعملية حرق البانزين هاي الأنابيب اللي وصلت الهي هاي الconducting system مال respiratory tract فيقول هذا الconducting portion يعني هذا بس اللي دا ينقل الهواء يوصل يعني ستشون السيارة من تحط لها بنزين هاي أنابيب توصل للمحرك هنا أنا أيضا عدك شغلات توصل الهواء المن للحويصلات الهوائية عمين نبدي نبدي من فوق لجو ال nasal cavity اللي هي احنا بالعام ينقول الخشم أو الأنف ال nasopharynx ال nasopharynx شنو ال nasopharynx هي المنطقة اللي تتصل أو المنطقة المشتركة ما بين النوز وال pharynx يعني المنطقة المشتركة بين الأنف والبلعوم مالتنا اللارنكس اللارنكس اللي هي الحنجرة التريكية اللي هي القصبة الهوائية والبرونكاي هنا البرونكاي أنا إذا كتكون specific ليش لأن قدتوا تصحيحكم صعب من تقول لها برونكاي بال conducting system لازم تقول لها terminal و برونكاي terminal برونكاي ليش لأن راح نشوف هنا أنا أكو respiratory برونكيول فهنا تقول لها بال conducting portion تقول لها البرونكاي أن زائدا terminal برونكيول terminal برونكيول وهنا تقول لها respiratory برونكيول فهذا فرق لازم أنت تخلي ببالك حتى ما يغلطك بالمسي كيوات فإذا بال conducting system يا شباب بال conducting portion اللي هو ينقل البانزين للمحرك بالمحرك يصير الاشتعال بس أيضا بالجهاز تنفسي هاي أنابيب وقنوات تنقل الهوى للرئتين للشعب الهوائية وللحويصلات الهوائية حتى الحويصلات الهوائية الالفيولاي هي تقوم بعملة التبادل الغازي بال gas exchange فييجيك سؤال ال conducting portion شنو وال respiratory portion شنو فييقول ال respiratory portion where the system's main function of gas exchange أكر يعني هنا يصير gas exchange شوف يقول gas exchange أكر المية التي تتكوى من الثلاث شغلات هاي لازم تحفظ ها ليش لان ممكن يجيك MCQ يقول لك all of the following are the respiratory portion of the respiratory tract except فييقول لك هذول التلاث يعني سأ نجيلك MCQ أقول لك all of the following are respiratory portion of the respiratory tract except يعني كلهم هذول هما من respiratory portion عدا واحد شون أجيب لك السؤال أقول Terminal Bronchial Respiratory Bronchial Aliveolar Duct وال Aliveolar يعني هذول التلاث أجيب لك نفسها وأضيف لك وياها Terminal Bronchial أو أضيف لك 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 فأنت لازم تختار ياما لبرون كي أو Terminal Bronchial هاي بس حتى تخليها ببعلك وتعرف أهمية اللي انت تقرأ فيشوف يقول كلمة Functional معنى High Physiology حتى دكتور يوسف رح أشرح لكم بالتفصيل المهم الconducting portion يهو وال respiratory portion يهو هنا ال respiratory portion الوظيفة ماتة هو Gas Exchange التبادل الغازي قلنا هذول ثلاث لا أكثر يعني عندي لو مكانك أحفظ هذول الثلاث وما أدخ بالبقية أولا ثانيا ثالثا الاليفيولر duct يعني القناة الناقلة الاليفيولاي اللي هي الحويصات الهوائية والأولى اللي هي respiratory bronchule أحفظ بس هذول هذول هم الrespiratory هذول هم التلاثة المسؤولين عن التبادل الغازي زين دكتور لعد الconducting portion شنو وظيفته هنا أنا رح أحشي لك إش كم نقطة مهمة عن الوظيفة مع الconducting portion للفيزيولوجي أولا شاو هس أنت مجد تتنفس البارحة من صارت العجاجة هذا كل تراب زين هذا الهواء رح للرأتين مالتك هو وتراب لا رح تقول دكتور أكو شعيرات وأكو أهداب هاي تنظف الهواء هاي أولا فشوف هنا حتى نخليها ببانة شوف هنا حط لك filter هاي لي جو هاي filter فإذن هنان من وظافة تسوي filter للتراب للأوساخ لأي شغلة ضارة ممنوع تدخل للجهاز تنفس هاي النقطة الأولى النقطة الثانية مرات انه يدخل الهواء جاف الهواء الجاف برأتين يصير بتبادل غازي بس نسبة التبادل غازي بقليلة وهي منكم طلاب إذا رايح للمستشفى لا سمح الله أو شايف أحد من حاطي لقناع أوكسجين بالأوكسجين حاطين شوية مي ليش حتى ما يدخل الهواء جاف وإنما يدخل الهواء رطب فإذن هذا وظيفته humidify للأير اللي ده يدخل فإذا نشوف humidify معناه يرطب فهذا رح يرطب الهواء اللي هسا أنت بنتروح للمستشفى أي مريض حاطي لقناع مع الأوكسجين انتبه على القنينة مع الأوكسجين اللي بصفوة أو إذا كان الأوكسجين مركزي بالمستشفى معالتكم شوف أكو شوية حاطين مياه مي وتشوف ديصير المي ديصعد وينزل مثل النرقيلة هذا ليش هذا حتى يسوي humidification حتى يرطب الهواء الداخل للرئتين حتى يسهل عملية الغاز exchange أيضا warm warming شنو هذا يدف في الهواء يعني هسا أنت بالبرد هذا الهواء البارد مايصر يدخل للرئتين ليش لأن رح يصوي vasoconstriction ورح يأثر على وظيفة التبادل الغازي فأنت من تحافظ على الهواء warm ليش حتى أنت تزوي vasodilation شوف vasodilation تزود البلد من يزداد البلد فلح يزداد التبادل الغازي شوف الفصل نقطة بجر نقطة warm يصير دفوع حتى يصير vasodilation يزداد البلد فلح حتى يزداد الغاز exchange فشوف نقطة نقطة شرحناها بالتبصيل فهي وظائف الconducting system أو الconducting portion وهو من اسمه Conducting فراح يكون وظيفة حويصيلات الهوائية أعيد لك وظيفة يأما يسوي warm حتى يسوي vasodilation حتى يزداد تبادل الغازي ل humidify حتى يرطب ويسهل gas exchange and filter وال respiratory portion واجزاء التلاثة شرحناها فشوف هسا هنا هاي الصورة هاي الصورة اللي حطيت لك بالبداية هاي من ناحية الاناتومي كتبت لك هنا الاناتوم هاي الصورة من ناحية الفيزيولوجي هاي من ناحية الفيزيولوجي ليشان اكو conducting portion واكو respiratory portion حتى للدوخ شوف هاي اللي قيت لك عليها terminal bronchial واكو respiratory bronchial شوف terminal bronchial وين respiratory bronchial وين هاي نقطة مهمة جدا وهو طلاب يجزي غلطون بها او مين تغهولها يعني مو يغلط بها لان ما يفتهم او مو يغلط بها لان IQ مات تقين لا لان ما منتبه عليها فعني هنا وظيفتي انبهك واشرح لك terminal bronchial فرقها عن respiratory bronchial respiratory portion فقط 3 اللي هي respiratory bronchial duct aliveolar duct aliveolar sac او تقدر بدل aliveolar sac اقول aliveolar نفس الشي فهذول ثلاثة الشغلات هما الوحيدين respiratory portion اللي نقصد بهم المسؤولين عن الغاز exchange التبادل الغازي هسا رح نشرح وحدة ال aliveolar اول شي قلت لك هنا مهم انت تعرف اسمائها بالعربي ف ال aliveolar هو الحويصيلات الهوائية زين هاي شنو هاي يقول هي cellular site of the exchange of O2 and CO2 between the inspired air يعني هنا يصير التبادل الغازي هنا رح ارسم الكاه شوية هنا اذا نرسم blood vessel باللون الاحمر هنا اذا نرسم blood vessel حتى انت بس تتوضح الصورة عندك وهنا رح نرسم صفح هاي aliveoli ال aliveoli تكون بهال شكل وهنا رح تكون duct شوف يعني اذا احط لك التأشيرات عليها هنا رح تكون البرونكول هنا ال aliveolar duct وهنا هاي ال aliveolar وهنا اقب صفح blood vessel هنا ال aliveolar رح تكون مليانة بال O2 هنا رح تكون مليانة بال الأوكسجين وهنا اكو CO2 المفروض شي صير CO2 ييجي لهنانة حتى يرجع يطلع من نانا والأوكسجين رح نغير لون المفروض الأوكسجين ييجي لهنانة ييجي للدم حتى يرتبط بالهيمو غلوبين ويروح ينقل للأنسجة فهي بس بصورة مبسطة جدا شون صور عملية التبادل الغازي فشوف يقول لك بين الإنسباير إير and the blood They are sac-like structure متل ما رسمت الكي عين هنا هن هاي هي sac-like structure يعني متل الجي بيهي يصر متل الانتفاح that make up most of the lung تكون غالبية الرأة The conducting portion اللي هو شنو ال conducting portion راح تقول دكتور ال conducting portion اللي هو كل شي عدا ثلاثة كل شي عدا ثلاثة اللي هو respiratory bronchial or alveolar duct or alveolar هذا شنو وضيفته قلنا cleans cleans قلناها filter يفلتر الهواء من الشوائب and humidify the inspired air humidify يرتب ليش حتى يسهل الغاز exchange and provide a conduit conduit يعني ناقل أو نقل مثل المجرة مثل البوري through which through which يعني اللي من خلال air moves to and from the lungs الهيستولوجي سهل من تقراها واحدة هاي المحاضرة انت تقدر تقراها بربع ساعة بس شنو رح تقراها قراية جريدة ما رح تربطوها لانت تهمي ولا رح تربطوها الفيزيولوجي ما تقراها قراية نظام الموديول آني هاي اقدر اخلص الكهة بنص ساعة بس شنو رح تقول والله دكتور قاسم قام يتعاجز وممثل قبل ومدر شنو بس لا اقدر اشرح الكام مثل ما احنا متعودين اجيب لك من الفيزيولوجي شوية اجيب من الانتوم شوية اجيب من الباثولوجي شون هسا ساعة شوية وهكذا وها يصدقوني حتى رصري المحاضرة فوق الساعة شوية طويلة بس هاي لمصلحتك انت وهي صح تعب علي بس هي على مودة اكمبي اوف كارتلج اللي هو الغضاريف ايلاستيك انت كولاجين فايبر اهنان الايلاستيك مهم جدا من ناحية الفيزيولوجي الايلاستيك هي الالياف المرين ليه مهم دكتور تخيل انه هنان هذا الار ديرجع يطلع هذا الهوى من يرجع بهاي الطريقة الحويصة الهوائية رح تنكمش رح يصر شي يصر بها يصر بها كولابس كولابس يعني شنو رح تنكمش هاي الحويصة الهوائية اذا بقت كولابس بعد رح تنتهي ما يصر بها تباهد الغازي دكتور ليش رح يفش ليش لان هذا انت فرغت الهوى من عنده يعني هذا جبس ليز مليان تشوف من برها تشبير تفتح الجبس ليجا والباقي كله هو ليش ومن فتحت فش اهنان الحويصة الهوائية من تفرغ الهوى من عدها من دي يطلع بالزفير اهن رح تنكمش اذا بقت من كمش فهي انتهت بعد ما تقدر تستوي التبادل الغاز ولذلك الله سبحانه وتعالى حط الالياب في المرنة هاي تقاوم الانكماش حتى من يطلع الهوى بالزفير تبقى الاليفيولاي بحالتها الطبيعية ما تنكمش رح تضيق شوية بس ترجع ما تنكمش نهائيا فهي مهمة وهي اهمية الالياب فايبر فاذا هاي كلها جدا مهمة الكولاجين فايبر الكارتليج فايبر والإلاستيك فايبر ايضا اكو سموذ مصل بس اهمهم كلهم مهمات كلهم يمنعون الكولابس بس اهمهم هو الإلاستيك فايبر وهاي خلي دائما بنثال بياك تشيس الجبس حتى تفتهم جديصر تفتهم الفيزيولوجي شون داصب في يقول هذول الكارتليج والإلاستيك and كولاجين فايبر and the smooth مصل provide the conducting portion with rigid structural support شوف يعني هاي نقطة مهمة rigid structural support شن يعني rigid structural support معنا ينطيك دعامة قوية هاي لو انت مفاهم الفكرة ما للجبس والانكماش كان قريتها وعبرتها بس الس انت افتهمت ليش موفرين rigid structural support and the necessary flexibility and extensibility extensibility يعني يتوسع وينكمش هاي هي الفكرة من عد هاي ايضا الصورة شوف هاي upper respiratory tract هاي lower respiratory tract هاي من ناحية anatomical position وهي حتش ناح 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 واحد واحد بالتفصيل nasal cavity اللي هي التجويف ما للأنف من نقول nasal cavity معنا احنا هنان ايضا راح نح 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 naso pharynx اللي هي المنطقة الالتقاء المنطقة المشتركة ما بين النوز والفارنكس ما بين الأنف والبلعوم اللارنكس اللي هي الحنجرة ومدام نحن نحن عن الحنجرة معنا نحن نحن عن الحبال الصوتية الحبال الصوتية اللي هي vocal chord وبال vocal chord شباب راح احتي لكم عن mcq هذا mcq يجي بالتشريح ويجي بالهيستولوجي يعني هذا mcq يجي بالاناتومي ويجي ممكن كهيستولوجي هذا mcq 100% راح يجي يعني هنه تحط 100% راح يجي من نوصل لل vocal chord للحبال الصوتية راح نشرح التريكي اللي هي القصبة الهوائية والبرونكاي والبرونكيول شوف انت هنا كانت وهمت من تقرأ برونكيول بال conducting system راح تقول دكتور انت مو قلت ان البرونكيول بال respiratory portion مو بال conducting portion هنا قلت لك لازم تفرق البرونكيول هنا حتى تكون العبارة الصحيحة لازم نضيف عليها كلمة terminal terminal bronchule بينما اذا نقول respiratory bronchule راح تكون العبارة خاطئة فهنا يما ال respiratory tiong تحط خطأ ويما terminal تحط صح حتى تصحح المعلومة حتى الجدران مال كل هاي الاجزائش بيها يقول the wall of the conducting system change in thickness and composition from region to region يعني الثخن مالتها والcomposition المحتويات مالتها تختلف من منطقة الى اخرى components include اشتشمل هاي المكونات يعني مكونات مال الجدران مال ال conducting portion اشتشمل هذا شباب تخلي نقول فهد شي صار تقليدي بكل مكان بكل مكان في جسم الانسان اكو epithelial cell بكل مكان في جسم الانسان اكو دعامة جواه هاي اللي صحيح ال basement membrane او ال laminopropria من نقول laminopropria نقصد basement membrane وال diar mad فاحنا نعرف انه هاي laminopropria بالاحياء شنن نرسم الغشاء القاعدي فهو نفس هذا basement membrane فاحنا عدنا خلايا epithelial صغير قاعدة على الغشاء القاعدي اللي laminopropria وال basement membrane وراها او بصفها اكو mucos and cirrus gland هذول يا شباب mucos and cirrus gland هذول هم المسؤولين عن المادة المخاطية والافرازات مال الجهاز التنفسي هس يصير عندك قحة ويطلع بلغم هاذ مين بسبب الميوكوس gland واذا من تطلع عندك بعض الافرازات ويالعطس ويالمغرشن وهذه هاي كل من هاي الغدل الميوكوس and cirrus gland باش عدنا الكارتلج والسموذ مصر والطبقة الاخيرة اللي هي الادفانتيشية اذا نجي نشوف هاي الصورة احنا عدنا هاي هي الابيثيليال سيل احنا نعرف من الاحياء الابيثيليال سيل المال الجهاز التنفسي respiratory system مميز شنو كان اسمه النسيج الظهاري العمودي الكاذب المهدب خمس كلمات فنقول سيدو اللي هو الكاذب سيدو stratified سيلييتد هاي سيلييتد شنو معناها معناها مهدب شنو مهدب دكتور معناها احنا من نرسم الخلية وليه فوق هنانا اكو اهداف هاي الشخوط هاي الشخوط هنانا هاي هي الاهداف هاي شنو فائدتها هاي فائدتها حتى تسوي لي فلتر حتى تسوي لي التصفية ويضا حتى تحرك البلغم حتى تطلع البلغم من انت تقوح هاي حتى تفيدك حتى تطلع بفعلها وظيفتين فنشوف هاي الخلية وهنانا هاي الشخوط هاي هي السيليا فنقول هاي هي السيليا الاهداف كولومينار اللي هو يعني عمودي الابيثيليوم سل فإذا هاي هو الريسپاراتري ابيثيليوم هنا عدنا القوبلد سل القوبلد سل مهمة جدا ليش لأن هاي هي اللي تفرز الميوكس هاي هي الميوكس غلان هاي هي اللي تفرز المادة المخاطية مال الجهاز التنفسي هاي عدنا هنا وراها اللامنة بروبريا والبيزمنت مبراين الغشاء القاعدي وهنا قلنا اكو غلاند بالسبميوكوز ليش نحنا نعرف اكو ميوكوز اللي الميوكوز اللي هي الابيثيليوم والسبميوكوز اللي هي جواها اللي هي تحتوي على القلاند ورا عدنا بعاد الكارتلج وعدنا الادفينتيش والسموذ مصل هس راح نحشي عن النيزل كافتي قبل ما نحشي عن النيزل كافتي شباب المفروض هاي انتو أخذتوها بال head and neck anatomy فإذا نشوف هاي الصورة هاي هي نيزل كافتي نيزل كافتي شنو يعني هس انت هذا هذا هو التجويف مال الانف مال دك فإذا انتو شوف هاي الصورة هاي قاسمها بالنص فانتو هنان اش راح حاطلك حاطلك ثلاث شغلات اللي ينصح لها conca شوف اكو inferior nasal conca واكو middle nasal conca واكو superior nasal conca هاي من ناحية انتو هاي كل راح شارك دكتور عبدالله هاي مو يمي بس اللي يمي شنو اللي يمي ادك تفرق ما بين superior nasal conca راح اضع باللون الاحمر والبقية middle nasal والinferior nasal راح باللون الازرق دكتور هاي ليا شو شنو دلالتها دلالتها شباب انه middle والinferior يغلفها ويغطيها نفس الابيثيليم نفس النسيج بينما الناسل لا راح يكون اكو فد اختلاف هاي حتى تخليها باتلا دائما تيجي بالاسئلة فهاي شارك اللي بس احب اوضح لكم شنو يعني هي nasal cavity في يقول left and right nasal cavity has two components وحنا نعرف اكو left و right اكو the external dilated vestibule وا internal nasal cavity شنو يعني external dilated vestibule vestibule هذا هو المنبر اللي انت اذا واحد يرفع رأسه ويوقف قدام المراي او بالموبايل راح يطلع هذا التجويف البداية تجويف الانف بهذا الشعر ومدرش هذا هنا هو vestibule خذ نقصد في vestibule internal nasal cavity اللي هاي بعد تدخل لي جوه هنا يم العظام مال الانف هنا نصل لل internal nasal cavity skin of the nose enters the nariz ال skin اللي هو هذا البراس هذا الخشم مال تي هاي من برا هذا ال skin قل انتر دا يدخل لل nariz ال nariz او nostril nariz هي الفتحات مال الانف هي الفتحات مال انف تدقل nariz أو nostril تنهم صحيات في skin skin of the nose هذا هو الجلد مال الخشم من يدخل من يجي من الفتحات مال الخشم مال الانف nariz ou nostril يقول partway into the vestibule هنا هذا شي يحتوي يعني هذا ال skin هنا شبي يقول acus vatic gland غدد عرقية acus vatic gland غدد دهنية لذلك شايف بالصيف وهاي سأنت ان شاء الله بعدين شوفوها من توصل الرابع و السادس من دوام كل بالمستشفر وبالصيف توصل لنهاية الدوام هنا ناقصتك وهنان الخشم ماتك تصير عبارة عن شنو غير عن الشكل مات غير عن وجه كليش لان هنا اكو غدد عرقية اكثر واكو غدد دهنية اكثر خاصة بين بال forehead بال قصة وبالخشم غير عن باقي الوجه بعد شنو اكو coarse moist vibracy او ال hair احنا نعرف الانف او الخشم اكو هنا شعيرات شعيرات صغيرة هاشنو وظيفتها وظيفتها سوي filter سوي cleaning للهو اللي داي يدخل فشوف يقول filter out particulate material فهاي وظيفتها filter الهو اللي داي يدخل حتى يدخل الهو نظيف للرعتين فيقول filter out particulate materials بعض المواد from the inspired air من الهو اللي تم استنشاق within the vestibule وحنا عرفنا شنو ال vestibule هاشنو من نشوف هذا هو vestibule شوف هذا هو الجزء الازرق اللي قيت لك انت من توقف بالمراية هذا الجزء اللي تشوف هذا الجزء من الخشم مالتك هذا هو vestibule حسنو ان سويت قدام الكاميرا بس يسطق لي screen بس يسوف هنان هذا هو vestibule يقول within the vestibule epithelium lose its keratinized nature شنو معناها شنو lose its keratinized nature احنا نعرف احنان الجلد مال الوجه متقرن الجلد be keratinized احنان في يقول يفقد keratinized nature and undergo a transition يعني هنا راح يتبدل يعني الجلد الهنان اللي يدخل هذا الجلد البره يختلف عن النسيج في داخل الانف فيقول هاي منطقة الانتقال منطقة الانتقال من النسيج مال الوجه مال الخشم المنفوض شوكت يتحول الى النسيج مال ال respiratory system بمنطقة vestibule فإذن بمنطقة vestibule يا شباب يصل الانتقال من الجلد مال الوجه الى النسيج respiratory epithelium فيقول هنا هو يصير يفقد الكيراتي نايز نيتشر and undergo transition هنا راح يتحول نسيج ظهاري مطبق كاذب ويحتوي على أهداف فيقول نسيج ظهاري مهد مطبق كاذب before entering the nasal cavity احنا عرفنا هسا شنو اكو اكو هنانا vestibule وهذا قلت لك الفيسبule اللي هو جزء مبين من الخشم من برا او منانا هذا الاحمر منانا وورا هندخل ال nasal cavity يقول the nasal cavity lies within the skull في داء من ضمن عبام الجمجمة يعني هسته هنانا بالخشم مالتنا هنانا بالجزء الامامي هذا غروف يتحرك يمدغيس بس من فوق لا هنانا عظام هاي بعد ما تقدر تتحرك هذا الجزء العلوي من الانف مالتنا هذا يعتبر من عظام الجنجمة فيقول هنانا lies within the skull وهاي اخدتوها بال وهاي اخدتوها بال head and neck anatom يقول and has two cavernous chambers separated by osseous nasal septum nasal septum يعني فاصل osseous معناه متعظم او هذا عبارة عن عظم فهي سألت من تلزم الخشم مالتك تحس اهنانا اكفة حاجز اكفة septum قاسمة الى قسمين وهذا الحاجز هو osseous هذا يتكون من عظام وهي العظام هي تعتبر من عظام الجنجمة extending from اذا نجي نشوف هايا الصورة شوف هذا هو السبتة شوف اسا هنا يقول لك اكو nasal bone هايا الnasal bone اللي هي تعتبر من عظام الجنجمة ليشانا هايوية الجنجمة مالتنا وهنانا للخارج يعني اسا احنا نقسم هذا خاني نقول upper part مال النوز وهذا هو lower part upper part الجزء العلوي مالت الخشم مالتنا هو عبارة عن bones عبارة عن اضام lower part هذا عبارة عن cartilage شوف هذا عبارة عن cartilage غضروف فقلت لك انت جزء السفلي من الخشم مالتك تقدر توديه يمنى ويسر بس الفوق ما تقدر ليش لان عظم هذا هو بالتركيب من الخشم مالتنا فهي بس حتى تصير يعني تكون واضح وتكون الصورة واضحة فيقول هذا ينفصل عن طريق osseous nasal septum وراها يقول from each lateral wall are three bonnie shelf-like projection نصيح للconquer هاي الconquer هاي بعدين تاخذوها بالاناتومي بس إذاك تعرف انه بالlateral wall يعني هس إذا نيجي نرسم هنا هذا هو السبتم وهن هنا هنا أكو هذا الجزء وهن هنا أكو هذا الجزء فهس إحنا بالوسط يا شباب هذا هو السبتم وهذا السبتم بالأبر part نقول هنا يكون bony septum أو osteos وهنا نقول هنا يكون cartilage هاي بالنسبة للسبتم بالأحمر من فوق متعظم أو عظم يكون من بون ومن جوا cartilage هنا من يقول على lateral wall هذا هو lateral wall بالأزراج بالlateral wall قسمنا قسمنا إلى ثلاث أقسام أكو superior middle inferior هاي هي superior conca وهنا هنا أكو middle وأكو inferior conca يغلف نسيج آخر بس حتى تفتهم شنو nasal septum شنو bony nasal septum شنو cartilage nasal septum ومن يقول هاي الconca على lateral wall شوف على lateral wall هاي بالأنتوم يسلك يسلك medial lateral ما شنو فهي هنا تكون على lateral wall مثل المرسم تلك يح الميوكوزة covering this and other part of the nasal cavity الميوكوزة اللي تغطيها has a lamina appropriate with important rule in conditioning in held air اللامina appropriate يعني اش قلت لك عليها قلت لك هي basement membrane وما يجاور ه شنو اللي يجاور ال basement man شنو اللي يجاور الغشاء القاعدي عفي عليك اللي يجاور الغشاء القاعدي هي gland اللي الغدد المخاطية والسرص هاي هي اللامina appropriate وهنا اكو gland بصفها فشوف هاي المنطقة كلها هاي كلها lamina appropriate شوف اللامina appropriate تحتوي تحتوي على هاي الغدد هاي الغدد هي اللي تفرز السوائل المسؤولة عن ترطيب الهواء اللي يدخل فإذا احنا من نجي نحتي عن وظيفة اللامina appropriate راح نقول اللامina appropriate هي غشاء قاعدي تستند علي الخلايا الضهارية وأيضا تحتوي على submucous gland اللي هي الغدد اللي يسوي humidification اللي يترطب الهواء الداخل فهنانا نقول انه اللامina appropriate important rule in conditioning inhaled air a complex vasculature with loops of capillary near the epithelial surface شنو يعني complex vasculature معناه هنا يقول انه باللامina appropriate وجواها اكو هواية blood vessel اكو complex اكو يعني شون فتشبكة معقدة من الاوعية الدموية with loops of capillary واذا اكو شعيرات دموية near the epithelial surface carry blood in general direction counter to the flow of inspired air دكتور كل شي ما بتهمنا هس اشرح لكم يا شوية شوية من يقول اولا direction counter two معناه انه في اتجاه معاكس فاحنا هنانا شباب اذا نرسم هذا هو التجويف مال respiratory system هنا اكو هاي الخلايا وهاي الخلايا بها الاهداب وهنا عبن اكو خلايا وهنا بها اهداب بعش قلنا هنانا شنو يجاور ها يجاور complex vasculature واكو capillaries فاحنا احنا راح نرسم هذا البلد vessel شي يقول يقول هذا ال direction الاتجاه 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 هو counter two counter two شنو معناها معناها عكس الاتجاه عكس الاتجاه فاحنا اذا قلنا انه الهوى اللي ديدخل بهذا الاتجاه معناها الدم بيمشي بهذا الاتجاه فهنا نقول هذا البلد من وهنا راح يكون هنا هذا وراح الهواء اللي ديدخل فيقول نعيد الحشي ورا مشرحناها ورا رسمناها بالصورة فيقول اكو complex vasculature with loops of capillaries near the epithelial surface شوف هنر رسمت لك بصف epithelial surface carries blood تحمل دم in general direction counter two يعني على عكس الاتجاه فقلت لك اذا الهوى من نا فالدم راح يكون بالاتجاه المعاكس فيقول indirection في اتجاه indirection counter two يعني معاكس to the flow of inspired air هذا شنو وظيفته release heat يعني هذا البلد فسل اللي موجود هنا شنو وظيفته ينطي حرارة ينطي حرارة to warm that air يعني هسه احنا بالشتة من الدنيا كلش بارده شون دي يصر التنفس بصورة صحيحة راح ادولي دكتور اكو باللامina appropriate اكو complex vasculature اكو capillaries هاي كلها بيها بلد البلد من يتحرك دي ينطي حرارة للهوى فهذا حتى يسوي warming حتى يدفي الهوى اللي ديتخل فيقول to warm that air while it is humidified by water released from the serra mucus gland ليش ان احنا نعرف اهنان احنا اذا نكمل الرسم بال epithelial cell احنا شنو اكو هنان اللي قاعد عليه هذا هو basement membrane بي ام ين البي ام قلنا اكو هنان خلايا اكو هنان gland احنا قلنا ها شنو اسمها sub mucus gland فهذا التسلسل اللي دي يصير انه احنا بالبداية عدنا هاي الخلايا الظهارية بعدين عدنا basement مرين الغشاء القاعدي عدنا الخلايا وراء عدنا blood vessel عرفنا انه هذا blood vessel شنو وظيفته وظيفته يدفي الهواء اللي دي يدخل بعد احنا نعرف الهواء اللي دي يدخل لازم يصير لكث شغلات اولا ثانيا ثالثا اولا لازم شي يصير لان اولا لازم يصير لفلتر عن طريق الشعيرات موجودة بالانف وعن طريق الاهداب اللي انصيح لها السيليا هاي النقطة الاولى النقطة الثانية بعد شنو قلنا لازم شي يصير بي يصير بي warming لازم يدفع هاي عن طريق منه عن طريق blood vessel بعد النقطة الثالثة لازم شي يصير بي لازم humidified لازم شنو لازم يترطب ليش حتى يدحسن التبادل الغازي هاي عن طريق منه عن طريق السب ميوكوس اقلاند يعني عن طريق الغدد الموجودة بالسب ميوكوس فانا ارسمت لك هاي هي الابيثيدي ال قاعدة هنا على الممبرين وهنا اكل سب ميوكوس اقلاند اللي راح تكون هاي هي الامنا بروبريا وهنا اكل بلاد فسر حتى يستوي كل هاي الوظائف اللي حتشينا عليها the thin layer of ميوكوس شوف هنا دي يحشي ميوكوس الميوكوس لها المادة المخاطية من تسمع كلمة ميوكوس لازم تعرف ان الخلية او الغدة اللي تنتج لميوكوس شنو اسمها اسمها goblet cell اسمها goblet cells شنو فائدة هاي المادة المخاطية تتراب particulate and gaseous air impurities شنو معناه تتراب كلمة تتراب معناه وقع بالفخ معناه تتصطاد فإذا هاي المادة المخاطية شنو فائدتها هاي المادة المخاطية تصطاد البارتكوليت وال gaseous air impurities impurities يعني الشوائب فهاي كلها رح تاخذ هاي الشوائب الموزينة اللي تأذل حويصرات الهوائية كلها تصطاد حتى ما توصل للأليفيولاي فهاي من وظائف الconducting portion of the respiratory system ال-IGA اللي هو نوع من أنواع الأجسام المضادة from plasmus اللي احنا نعرف واخذناها بالهيمتولوجي انه plasmus اللي تجي من ال-B cell هي المسؤولة عن انتاج الأجسام المضادة فيقول in lamina propria also present in nasal secretion لذلك يا شباب راح تشوفون ان شاء الله بعدين التهابات المجاري التنفسية نشوف بها l-IGA صاعد ليش لأنه انت لازم تفهم الهيستولوجي حتى تربط الهيستولوجي بالكليميكو خاف تنسئل بعدين تقول لدكتور l-IGA أو ليش انه الالتهابات التنفسية وإضا التهابات الجهاز الهضمي سمن راح ناخذ مثل باللامنا بروبرية هاي مخصصة لفراز l-IGA هاي حتى تخليها بال المدل والإنفيرير كونك are covered with respiratory epithelium وال respiratory epithelium هو pseudostratified ciliated columnar epithelium خمس كلمات هاي بالنسبة للمدل والإنفيرير عنا اججل لجيت لك اكو superior ومدل وإنفيرير المدل والإنفيرير سو والسو 1 فشوف هنا هاي مهمة هنا تنسيل mcq histology هنا pure histology هنا histology خالص تنسيل يقول لك شنو اللي يسوي covering الها وشنو يسوي lining الها فهنا تنسيل المدل والإنفيرير المنو يغطيها يقول covered by respiratory epithelium هذا لازم تحفظه ليش ان هذا هو mcq مهم جدا واللي جواه هو أيضا mcq خاف الوقت إذا همنا وما نلحق نسوي لكم فورمة مع mcq فأني بالمحاضرات كل هدا عنطيكم mcq وانطيكم شغلات ممكن نتيجكم ككيسات بالامتحانات الظروف of the nasal cavity والسوبرير كونك هاي يشبه ان الغطاء ما تهي يختلف فيقول covered by olfactory epithelium وهي نقطة مهمة جدا بشوف المدل والإنفيرير by respiratory epithelium وحجي انا بينما السوبرير كونك عن طريق olfactory epithelium هاي راح نحتي به بالسلايدات الجاي موجودة بالتفاصل بس هس أنا حطيت لك صورة بس حتى تخلي ببالك هو شن olfactory epithelium هذا كل الصورة راح نرجع نعيدها بالسلايدات الوراء بس حتى تكون بالصورة شوف انتش عندك هاي هي الانفيرير كونك هاي هي المدل كونك وها هي السوبرير شوف يم السوبرير اكو اعصاب بالحقيقة شباب olfactory myucosa او olfactory epithelium هذا هو عصاب هذا هو عصب هذا هو العصب cranial nerve رقم واحد هذا هو cranial nerve اذا اخذتها بالhead and neck اكو cranial nerve number one two three هذا هو cranial nerve الاول هذا السوبرير كونك هو يغطيها العصب يعني هي مسؤولة هو شنو هذا العصب يعني مثلا نسأل الدكتور احنا بالhead and neck مثلا نسينا او ما اخذنا او ما ادري شنو هذا cranial nerve هو مسؤول عن حاسة الشم مالتنا فاذن olfactory nerve olfactory epithelium هذا هو المسؤول عن حاسة الشم مالتنا وهذا هو اللي يغطي superior conca فمثل مرسمت تلك هنا هاي لي جوب اذا نحط بس احرف حتى تبين وافحة هاي هو inferior وهاي middle وهاي superior يشوف يم superior conca اكو هذا olfactory nerve اللي هو cranial nerve رقم واحد هذا هو ايضا يغطيها لل superior conca فهذا هو الفرق هاي تجيك mcq يعني ما راح يجيلك mcq على olfactory nerve لا يجيلك mcq من اللي يسوي covering لل middle conca لل inferior conca وهكذا نسا نحن نحن بالتفصيل عن respiratory epithelium في نهاية المحاضرة راح نحن نحن عن olfactory epithelium راح نحن عن vocal cord وشغلات مهمة most of the nasal cavity طبعا شاب هاي محاضرتكم مليانة وطويلة فراح تكون محاضرة شوية طويلة او هواية طويلة خلي نقول most of nasal cavity and the respiratory system conducting portion is lined with myocosal يعني يقول لك غالبية الجهاز التنفسي غالبية respiratory tract هي مغلفة بال seriated pseudostratified columnar epithelium اللي سبق وانشوفنا لكم يال اللي هو النسيج ظهاري مطبق كاذب مهدب خمس كلمات بالانجليز وبالعرب and commonly non as respiratory epithelium يعني تقول هاي الخمس كلمات تقول respiratory epithelium من اثنية وهو الrespirator epithelium فلازم تقول له هاي الخمس كلمات البل اسبر هاي مهمة جدا this epithelium have five major cell types بخمس انواع من الخلايا هاي كلها all of which contact with the thick basement marine ومثل ما قلت لك هاي الخلايا تكون تستند على الغشاء القاعدي فإذا احنا قبل ما نشوف نقرأ هاي الصورة فنشوف انه هذا البل ازرق هاي هذا البل ازرق هذا هو basement membrane وانا مقاش لك بي ام هذا البي هو basement membrane فنشوف هناش قد اكو يم هاي كلها الخلايا من basement membrane يقول respiratory epithelium هو عبارة او يتكون من خمس انواع من الخلايا اذا نشوف شواب هاي الخلية وبها هاي الاهداف لفوق هاي الاهداف اسمها سيليا فمختصرها هنا بصورة حرف سيليا فسأني بهاي المحاضرة ليش صار الطويلة فوق الساعة ونص يجوز توصل لان شرحت لكم بها histology عادي physiology شرحنا بها نتوم واظن نشرح بها العمل فهاي هي الصورة من تشوف خلية وبها هاي الاهداف السيليا فخلي ببالك انه هذا respiratory epithelia هذا حرف الجي هاي هي goblet cell اللي مسؤولة عن افراز الميوكس عن افراز المادة المخاطئة رح نحشيها بالتفصيل الممل فأول شي رح نحشي عن السيليا تت كولومينا سل يا هاي دكتور اللي هي هاي الخليل اللي ترسمت انها عمودية وبها اهداف هاي هي السيليا يعني اهداف يعني عمودية الشكل يقول هاي هي الموست ابندنس يعني هاي اكثر شيوعا واكثر تواجد بالرسباراتري epithelium ايتش يعني كل خلية عمودية تحتوي على ميتين وخمسين الى تلثمائة سيليا يعني هاي الخلية العمودية الوحدة تحتوي على ميتين وخمسين الى تلثمائة سيليا on its epical surface وظيفة السيليا مثل ما قلت لكم انه تنظف الهو so filtering clean the air and شنو تحرك البلغم تحرك الميوكس الجوب اللي سبق وان شفناها هاي هي الجوب لسل اوش تجي تقول دكتور هذا هو respirator epithelium مش عرفته لان اكو خلايا عمودية وبيها اهداف هذا respirator epithelium هذا البلازرق هو basement membrane هاي الخلية الشبيرة البيضة هي هاي goblet cell كل الخلايا البيض هنه هدول هم goblet cell وظيفتها تفرز الميوكس تفرز المادة المخاطية فيقول goblet cell are numerous كلمة numerous يعني متعددة بس من اكثر هم من يجيك mcq هنا ممكن يجيك mcq بالهيستولوجي يحبون شغلات الاكتر انتشارا يحبون شغلات منه يسوي lining من يسوي covering كل مادة من تقراها لازم تعرف اساتذتها شون يحبون يجيبون اسئلة فهنانا بالهيستولوجي يحبون يجيبون منه اكثر انتشارا مكان تواجد من يسوي lining يعني lining يعني 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 من يسوي covering يعني يغطي او يغلف الى اخر فالمost abundant هو السيليات columnar cell هي numerous ايضا متعددة موجودة وي predominate in some area with basal nuclei شوني معنات basal nuclei معنا نواة طرفية فاحنا شفنا رسم goblin cell شفنا بهاي الطريقة هذا هو رسم goblin cell وشفنا النواة مو مركز يتم وانما basal بالطرف فهاي هو يقصد ب basal nuclei and apical domain filled with granule of myocene glycoprotein اذا هاي الغد هاي الغدة او goblin cell هاي الخلية مليانة بشنو يقول filled شف filled مليانة with granule حبيبات of myocene اللي هي المادة المخاطية glycoprotein مثل ما تعلمنا بال biochemistry glycoprotein يعني glucoz وبروتين البروتينات فإذا هو مركب يحتوي في تركيبة على سكريات وعلى بروتينات من يجي نشوف تركيب أو شكل goblin cell نشوف بهاي الصورة النواة basal بالقاعدة وهذا الدومين مالتها هذا الطرف مالتها هو المليان يكون يحتوي على الميوسين على المادة المخاطية brush cell هاي وين موجودة إذا نشوف هذا حرف البي هنان هذا حرف البي هذا هو brush cell الbrush cell ايضا ننزل بعد ونشوف هاي الصورة احنا هسا خلي نحكي اللي حتيا نحكي اول شي حتيا سيلي ييت كلها من نرسل هاي هي رقم واحد سيلي ييت رقم واحد والأكثر شيوع ورا حتيا على goblin cell شوان عرفنا سيلي ييت ليش وهذا هو الميوسين هاي هي المادة المخاطية مثل مرسمت الكم ياها لي جوف بعد هسا شرح نحكي عن brush cell هاي النقطة الثارثة brush cell فبالbrush cell شي يقول are much less neumorous يعني اقل عددا columnar cell يعني يكون شكلها عمودي in which a small epical surface bear sparse blunt micro village شنو معنا يقول epical surface يعني السطح العلوي مات epical surface bear يعني يحمل sparse sparse يعني متناثرة يعني قليلة blunt micro village شنو micro village village اللي هي الزغابات micro village يعني مصغر زغابات يعني زغابات صغيرة جدا فاذا ننزل لهاي الصورة نشوف انه الفرق ما بين هاي الطوال هاي هي السيليا وهاي هي المايكرو فاي حتى تفرق ما بين الكولومينار cell السيليا كولومينار cell type اللي هي هاي رقم 1 وما بين البراش cell رقم 3 فنقول انه البراش cell تحتوي على هاي المايكرو village بعش ادنى خلايا ادنى خنكمل وظيفتها يقول هاي البراش cell are chemo sensory receptor ressembling gosteatory cell شنو يعني ressembling تشبه gosteatory cell ان شاء الله ان ناخذها بال GIT من راح نشرح الخلايا المسؤولة عن التذوق الموجودة باللسان فيقول هاي تشبه gosteatory cell chemo sensor يعني راح تتحسس للشغلات اللي تدخل بال respiratory tract with similar signal transduction هاي راح نحتيها ايضا بالفيزيولوج اشرح لكم يا دكتور يوسف الشباب ان شاء الله بالفسج راح تاخذون انه هاي البراش cell اذا ننزل الهنان هاي البراش cell لها دور مهم بال humidity لها دور مهم بال humidification ليش لأن يقول انه هاي الخلية اذا نرسم هم اول شي احنا قلنا هي columnar هي تكون عمودية هاي columnar تحتوي microvillay شوف الmicrovillay رسمتلك ها بها الطريقة بعد ش تحتوي يقول هاي الخلايا بها aquaporine channel راح تلك هنا aquaporine channel معنا عدها قنوات مائية فاذا نرسم بالاحمر هاي قنوات مائية فها راح تطلع H2O يم air فها راح نسوي humidification ليش لان بها aquaporine channel ان شاء الله يشرح لكم دكتور يوسف فها يسوي لكم humidification لل air اللي دا يدخل وايضا هنان الدي كامل يقول هي chemo sensor receptor تشبه نفس الموجودة بالماث والباقي نفس الحشي اللي هي تكون وظيفتها تتحسس التغيرات ويقول لك بها afferent nerve ending الى اخر يعني بها هاي الاعصاب small granule cell يوم ما يصبح لgranule cell or kolchiski cell فاذا نجي نشوف هاي هي lgranule cell او kolchiski cell فهنا يم lgranule cell راح نحط هنا رقم 4 فغير نمسح الشخبط ماتنا صار عدنا 1 2 3 4 هاي هي شباب هاي هي lgranule cell kolchiski cell نجي نشوف هاي يقول are difficult to distinguish in routine preparation صعب انه نلقاها او صعب انه نلقف ها بالroutine preparation بالتحضيرات العادية but possess a numerous dense core granule بها حبيبات dense يعني شنو يعني كثيفة 100 الى 300 nanometer in diameter شوف اش قد صغيرة لذلك يقول هي difficult to distinguish صعب الميزة neuroendocrine cell of the gut يعني تشبه يعني تشبه الخلايا مثل الغدد الصماء الموجودة بالجهاز الهضمي ليش يعني ال gut هي g-i-t جهاز الهضمي they are part of diffuse neuroendocrine system diffused neuroendocrine system يعني هذا التفصيل يفصلوها بالجهاز العصبي والغدد الصماء ليش يعني الغدد الصماء تستلم اعازات من الجهاز العصبي فمرة تصبح neuroendocrine system ها انشاء الله نشرحها بالمرحلة الثالثة لدوكم نفسكم السبيل يقول هي مثل brush cell they represent only about 3% of the cell and respiratory apathy معناها تواجدهم جدا جدا قليل فقط 3% الخلية الاخيرة اللي هي basal cell شنو basal cell basal من اسم يعني قاعدة على الغشاب قادي يعني تدرخ بفهم الهيستولوجي درخ فالbasal cell يعني basal تكون قاعدية قرب basal membrane هي ليش سموها basal لأن قليلة من الغشاء القاعدة فنشوف انه هذول كلهم هاي القريبة اللازقة هذول هما كلهم basal membrane هاي كلها basal cell شوف هذول كلهم هما basal cell فصار عندي basal cell هي الخلية الخامسة هاي الصورة كل رش حلوة موضحت لك كل أنواع الخلايا فالbasal cell يقول are mitotically active stem and progenitor cell احنا نعرف stem and progenitor cell معنى خلايا جذعية خلايا لها القابلية على الانقساب لحتى تحصر على الخلايا اللي انت تريدها فاذا هاي الbasal cell هي عبارة عن أسلاف لباقي أنواع الخلايا فانت إذا يصر عندك خلل بال columnar cell هاي الbasal ستتمايز ليش أن هي progenitor هي stem cell خلايا جذعية خلايا أسلاف تتمايز يصر بها differentiation حتى تتحول من الbasal cell إلى columnar cell حتى ترجع تعوض الضرر اللي صار بال respiratory epithelium فيقول ذات give rise شوف give rise يعني تنطيك بعدي من تتمايز give rise راح تنطيك شنو other epithelial cell type مثل مشرح تلك ها قبل شوية يكمل بال respiratory epithelium يقول هو classic example of the seedostratified ciliated columnar epithelium هاي شرح نحن قبل شوية هذا الحشي شباب هذا الحشي على هذا المخطط نفس موجود هنا يعني هذا الحشي هو نفس هنا وأحنا شرح نا بالعمل اللي أنا وضحت الكياه هنا اللي يشارك على basement membrane وهنا حرف V الوحيد اللي ما شرح نا ديقول لك انو lamin appropriate rich in blood vessel بها complex vasculature شون شرح نقول complex vasculature فهذا شباب حرف V ديقول انو هنا vessel و vasculature يكون complex وهوا موجود بكثرة بالlamin appropriate وقلنا انو هذا حرف V وظيفته اذا نعبر من practical من العمل لل physiology ان هذا وظيفته يدفي الهواء اللي ديت خلي يسوي warm لل inspired air فهذا الحجي ما راح نعيد هو نفس شي راح ناقضي شوية olfactory epithelium هنا قبل ما نبدأ بال olfactory epithelium اذا ك بجرخق وتكتب انو هذا olfactory epithelium هذا covers بالمتحان هذا هو يغطي superior conca بينما inferior وال middle conca يغطي ها respiratory epithelium ترى هاي ثالث رابع مرة يقول لك هذا يجي mcq olfactory epithelium مثل ما قلت لكم قبل شوية olfactory هذا هو cranial nerve رقم واحد فهو يبدأ من الانف ويرجأ لين يرجأ للدمار يقول olfactory chemo receptor يعني قلت لك chemo receptor هنا تتحسس حاسة الشم تشتم ريحة دجاج ريحة بصل ريحة جزر الى آخر ريحة موز الى آخر هاي كلها ريحة أطر هاي كلها عن طريق chemo sensor receptor موجود بال olfactory epithelium يعني هسا تروح لستاربكس تروح لأي محل القهوة فهنان انت من تشم ريحة القهوة وتتسويها بالذياد هاي من تحس ها دي يحس هاي chemo receptor فإن تطبخ هذا chemo receptor هو اللي دي حسس ك الرائحة ما الأكل فبس أشوف ك الصورة شوف إحنا هاي من جديد هاي شواب inferior conca هاي middle conca وهاي superior conca هن قلنا هاي هي chemo receptor هاي هي chemo receptor هاي اللي تخليك انت تجتم رياحة القهوة تجتم رياحة العطر إلى آخرين فهنا نشوف يبدي olfactory cell يبدي هناك receptor cell هاي هنا رقم واحد بعدين يتحول إلى bulb يصير رقم اثنين bulb يعني هذا الانتفاخ شوف هنا اكون انتفاخ صحول البلد وبعدين يتحول إلى olfactory tract رقم الثايت هذا olfactory tract يروح للدماغ فهو أول شي يبدي خلايا مستقبة يبدي chemo receptor وبعدين يصير بلد بعدين يروح لين للدماغ هنا الصورة أوضح شوف هنا احنا 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 حتش هنا على ال axon وال cell body هنا بعدين قلنا اكو هنا receptor وراها نحن نتحول إلى olfactory bulb شوف هنا ها olfactory epithelium هاي رقم 1 قلنا هذا olfactory epithelium اللي هو هذا chemo receptor هذا هو chemo receptor اللي يحسس ك الروائح وبعدين يتحول إلى البلب شوف هذا البلب شون هاي منتفخ وبعدين هذا البلب رح يتحول إلى الأصب والعصب يروح للدماغ فإنت بس حتى تخليها ببارك شنو هو olfactory epithelium فيقول هو chemo receptor for the sense of smell على متحاسة الشم are located in olfactory epithelium مثل ما شرحنا لكم قبل شوية هو specialized region of mucos membrane هو صح ميوكوس ميوكوس ما بنعرف الميوكوس هي أخشية مخاطية بس هذا النوع متخصص specialized region الميوكوس membrane شبيه أهم نقطة هنا تجيك من ناحية MCQ covering the superior concha هذا هو يغطي superior concha بينما middle inferior concha يغطي ها respiratory epithelium وهي موجود at the roof of the nasal cavity في السقف بنهاية nasal cavity مثل مشرح تلك هنا هاي هي كلها nasal cavity هذا ال roof ما لات here هنا هذا هو superior concha نكمل يقول it is about 10 centimeter square area يعني مساحتها 10 centimeter مربع and up to 100 micrometer in thickness the thick pseudostratified columnar epithelium has three major cell types يعني هذا olfactory epithelium عنده 3 أنواع من الخلايا عنده neurone أعصاب شوف لذا قلت لك هذا هو العصر ترى هذا cranial nerve number one فعندك olfactory nerve بل supporting cell supporting cell يعني خلايا تقدم دعامة وال basal cell هاي basal cell يعني قلنا عليها تستند وين تستند على الغشاء القاعدي وقلنا basal cell هاي راح تكون شنو راح تكون stem cell أو تكون خلايا أسلاف هي راح تصنع لك olfactory nerve فيما بعدين يعني إذا يصبح خليل بال olfactory nerve هاي basal cell راح تتمايز راح ترجع تصحح لك olfactory nerve فإحنا بس بالبداية نيجي نشرح هنا نقول يا دكتور هذول هم olfactory receptor cell هذول هم olfactory neuron شوف من نيجي احنا هن نشرح هذا هو cell body يعني هذا هو جسم الخلية العصبية نعرف الخلية العصبية شبي بهذا الذيل مالتها و بهذا الجسم مالتها و به التشجرات هذا هو شكل الخلية العصبية الذيل نصيح لأكسون شوف الذيل نصيح لأكسون هنا body الجسم مالتها والتشجرات نصيح لدندرides فإذا الخلية العصبية هاي مالمرحلة الثالثة تتكون من أكسون الذيل تتكون من الجسم اللي هو cell body تتكون من التشجرات اللي الدندرides فهنا عدنا الأكسون اللي هو الذيل مالتها شوف هذا هو الذيل مالتها وهنا cell body وهي التشجرات مالتها الدندرides فهي الخلية العصبية وراها عدنا شوف هاي supporting cell شوف هاي عدنا basal cell فإحنا من نقول أكو ثلاث أنواع من الخلايا فراح حط الكاب الهائلات أكو olfactory receptor cell supporting cell والbasal cell فهنا واحد ثنيا ثلاثة هاي طلابي عانون من histology ديكتور histology داريخ مدى نعرف اش نقرأ لأ من تقرأ بها الطريقة رح تفهمها كل زين فنكمل يقول olfactory neurone are bipolar neurone ثنائية القطب يعني شن يعني بها اتجاه فنعمل نرسمها بها الطريقة هنا أكو cell body وهنا أكو شخطة وهنا أكو شخطة هاي نقصد بها ال bipolar هاي هي نقصد بها bipolar فشوف هنا من نرجع للشكل شوف السلبة دي بالوسط ومن فوق ومن جو هاي نقصد بها هي ال bipolar ثنائية القطب نقول هي bipolar neurone present throughout this epithelium موجودة على طول هذا epithelium their nuclei form and irregular raw يعني تكون بشكل irregular غير منتظم بشكلها طولاني near the middle of this thick epithelium تكون بوسط epithelium شوف هذا يكون بمنتصف epithelium والنواة ماتة تكون وسطية الموقع وسطية الموقع the epical or luminal pole of each olfactory cell يعني النهاية مالتها is its dendrite end يعني احنا مو قلنا الخلية العصبية ل neurone cell مين تتكون تتكون من الذيل والجسم الخلية والتشجرات surface هذا هو السطح العلوي مالتها فشوف حتى وجار لكسهم هاي dendrite شوف هاي dendrite جار لكسهم على هاي المنطقة فهي dendrite فيقول يا شباب ترى epical or luminal pole of each olfactory cell هي dendrite dendrite and has a knob like swelling with about a dozen basal body knob like يعني شنو هنانا راح نشوف انو احنا الخلية شوان نرسم ها وش نرسم ال ذيل هذا cell body وهنا هاي dendrite بها هذا شون خلني نقول الكرش شمالتها خلني نقول هذا الكرش شمالتها بهاي الطريقة هذا الكرش شمالتها يحتوي على dense body شوف هاي هي الطريقة شوف هذا هو الكرش شمالتها هنا عقوفة كرش صغيروني به هذا هو knob like structure بعد عدنا شنو دكتور عدنا respiratory epithelium نقول respiratory epithelium بخمس أنواع من الخلايا بالcolumnal cell goblet cell brush cell granule cell colchisky cell basal cell خمسة هاي respiratory epithelium بينما olfactory بيش قد بثلاثة اللي هي olfactory receptor cell supporting cell وال basal cell ثلاثة بخمسة هاي مقارنة ما بينكم هاي مفيدة وتفيدك حتى شون حتى ترتب المعلومات ببالك ال supporting cell اش بيه يقول are columnar with broad cylindrical epics شنو يعني broad cylindrical يعني القمم مالتها تكون اسطوانية وواسعة broad cylindrical broad يعني واسعة وسيلندrical يعني اسطوانية containing the nuclei and narrower bases يعني ال apical مالتها شوف هاي هي supporting cell هاي supporting cell هاي هي supporting cell شوف فيقول انه من فوق تكون اسطوانية الشكل من فوق narrow وبعدين تتسع هاي هي supporting cell يا شباب فيقول on their free surface are microvilli submerged in a fluid layer يعني شنو تحتوي ادهى ايضا in the microvilli عدها الزغابات صغيرة حتى تنطي دعامة لل olfactory cell بعد شنو عاكو well developed junctional complex bind the supporting cell to the olfactory cell يعني هسا احنا منشفنا هنانا شوف هسا اللي بالاحمر راح ارسملكيها بالاحمر هاي هي supporting cell هاي هي supporting cell شوف supporting cell صايرة بصف الاعصاب بصف olfactory cell فيقول هاي شون مرتبطة واحدة باللغة عن طريق tight junction عن طريق روابط قوية أو tight complex فنشوف هنانا شباب يقول اكو well developed junctional complex تربط supporting cell بال olfactory cell the supportive rule of these cells is not well understood لحد لعنى المدى يعرفون بالضبط شن الفيزيولوجي مالتها أو شن الوظيفة مالتها فقالوا انه هاي حطها كدعامة لل olfactory cell كدعامة للخلايا العصرية but they express abundant ion channel بيها قنوات ايونية حتي يصيب بيها استبدال الايونات وحن نعرف اهمية استبدال الايونات حسب معرفتنا لحدا عنه اهميتها بال action potential فاقل مقالات اللي حب اتزيل هي يقول انه supporting cell بيها هاي الايون channel حتي تحفز الاعازات مالي neuron cell فيقول هاي بشوف maintain a micro environment conductive أو conducive to olfactory function and survival فهي مسؤولة عن الاعازات تشوف environment conducive to the olfactory function تحفز الوظيفة مال olfactory function عن طريق الايون channel بعد عدنا ال basal cell اللي هي هاي ال basal cell اللي هاي تكون هنا بالصورة البنفسجية هاي هي ال basal cell شوف هاي ال basal cell هذا السهم وهذا جعل ذنب النفسجية انت محتاج اصلا تبقى اسهم ولاش راح تقول دكتور احنا هنا هذا هو basement membrane هي بصفة فهي ال basal cell قمنا نفهم ما ندرخ عميه ال basal cell يقول small spherical or cone shaped near the basal اللي ها منها كلها فاهمي these are the stem cell شوف ما قلت لك هذول stem cell قلت لك اذا يصير خلل بال olfactor nerve فها راح تيجي التعوض بداله فيقول stem cell for other two type يعني هاي خلايا جدعية لل two type يعني المن يأمد لل olfactory neuron او supporting cell اذا صار خلل بهم فال basal cell راح تتمايز تكون لك واحد من عدو فيقول replacing the olfactory neuron every two to three months and support support cell less frequently فإذا هاي كل شيئ راح نقلها ثلاثة تبدل olfactory nerve وأيضا تبدل supporting cell او supportive cell هذا الشرح ما olfactory mucosa هذا هو نفس الشرح على العملي على هاي الصورة وأحنا شرحنا لكم إياها بالضبط بنفس التفاصيل أنا شرحت لكم إياها هنا وبشرح أفضل اللامنة propria of the olfactory epithelium اللامنة propria ما olfactory نقصد بها basement membrane وما يجاوره هاي هي اللامنة propria فإحنا من نجي أيضا نرجع نشرح على هاي الصورة إحنا عدنا قلنا three types of cells هيتفيدكم للعمل olfactory receptor cell supporting cell والbacal cell هنا نجد يقول اللامنة propria معنا احنا نحكي عن هاي المنطقة ليش لأن بها هاي basement membrane فها راح تكون هاي هي اللامنة propria من نرجع لهنا هاي ال lp هاي هي اللامنة propria هذا ال basal cell وهنان supportive cell وهنا ال olfactory neuron هاي حتى تكونون بالصورة اللامنة propria of the olfactory epithelium process تمتلك large serrace gland اللي هنصح ال olfactory gland of bauman هاي ممكن تنسيل الوين مكانها يدول مكانها باللامنة propria of the olfactory epithelium وظيفتها شنو يقول produce a constant flow of fluid كمية ثابتة constant flow يعني تدفق أو مجرى ثابت من السوائل surrounding the olfactory celia الاحداب ما olfactory epithelium هاي شنو فائدتها فائدتها يقول facilitating the access of new odoriferous substance يعني هاي هي اللي تجيب المواد ذات الرائحة توصلها لهنا هاي تحفز حركة السيليا مالتها الآن الآن من خلصنا خلصنا nasal cavity راح نحكي عن nasopharynx nasopharynx يا شباب هي هاي المنطقة اللي قلت لك nasopharynx هي المنطقة المشتركة ما بين النوز النوز الانف والبلعوم الفارنس صحيح nasopharynx فهي المنطقة يقول the nasopharynx open posteriorly into the nasopharynx هذا حد شيء anatومي انه انتهى نفس الشيء من واحد يقول والله دكتور تدخلو له صنده بخشمة هاي من يدخلون الصنده بالخشم هاي حتى شوية نروح كلينيكا يجي الطبيب يدخل الصنده مننا من الخشم هاي راح تفتار وتنزل مننا بالبلعوم هاي بعدين وين توصل هاي توصل للمعدة ليش المرات المريض ما يقدر يأكل ممكن يصبح عندها غيبوبة يصبح عندها جلطة الى آخر يقول حط هنا والله دكتور حط هنا صنده ما الأكل فسأتذا تروح للمستشفى تشوف المريض اكو صنده بخشمة مننا ويدخلوها تجي على البلعوم عن طريق النيزوفارنكس فيقول open posteriorly هذا التطبيق انه شون تربط الهيستو بالاناتومي بالكلينيكا البعدية فيقول open posteriorly into the نيزوفارنكس which is the first part of the pharynx هو الجزء الاول من البلعوم and continuance codally يعني ينزل ليش هو to the auro pharynx الا pharynx هي منطقة اتصال هذا هو الاوروفارنكس فنشوف هاي هي النيزوفارنكس اللي جواب بمن راح تلتقي راح تلتقي بالاوروفارنكس اوروفارنكس يعني منطقة الاشتراك او الاتصال ما بين الماث والفارنكس والبلعوم بعد شي يقول يكمل هنا يقول the posterior part of the oral cavity leading to the larynx هنا نشوف هنا راح نوصل بمفترق طرق الا وهو من نوصل للأوروفارنكس من نوصل للأوروفارنكس عندك طريقا ياما تكمل لي جوه باتجاه الـ باتجاه المريء أو تجي بهاي الطريق باتجاه القصبة الهوائية باتجاه الـ ، في انت هنا عندك اولا وهنا عندك ثانيا هذا حتى شيء انطمي فسا انت من تاكل الاتكل منها عن طريق ماوت راح يروح للبلعوم راح يوقف هنانا راح يوصل بالأوروفارنكس ويوقف يقول آني أروح على رقم واحد لو أروح على رقم اثنين اللي راح يحدد هالشي هو الأبيجلوتس اللي هو لسان المزمار لسان المزمار هذا هو اللي يحدد الأكل يدخل للقصبة الهوائية لو ما يدخل شون دكتور هنا راح نشرح فيزيولوجيا مع الـ GI2 وفيزيولوجيا مع الـ Respiratory خس انت هذا التنك هذا الليسان ماتتك خليني نقول انت هنا اكو لقمة هاي اللقمة من توصل لهاي المنطقة وصلت لهنانا بعدينهنانا شوف منا منتنزل يا أما تنزل تكمل على المريء او تنزل مننا على التريكيا اهنانا شباب اللسان المزمار راح ينسد راح يجيينسد به هاي طريق نحط هنا باللون الأسوأ شوف راح يجيينسد به هاي الطريق حتي يسد المجرى الهوائي وينزل على البلعو ويكمل ففايدة الـ Epiglotus اللي هو اللسان المزمار هاي فس يعنى شون حتى تخلي ببالك الامور شون دا صيغ The nasopharynx is lined with respiratory epithelium and its mucosa contain the medial pharyngeal tonsil اللي هالتونسل يعقى عقد لمفاوية and bilateral opening of the auditory austachian tube connected to each middle ear cavity هاي انتو ايضا اخذتوه بالهند انك اناتومية تعرفون انه بالnasopharynx تيجي قناة اوستاكي احنا عدنا ايضانات اثنين معنا عدنا قنوات اوستاكي اثنين قناة اوستاكي اللي هي austachian tube هاي تربط الاذن الوسطى بالnasopharynx احنا نعرف الاذن تتقسم الى ثلاث اقسام الاذن الخارجية external ear والmiddle ear الاذن الوسطى والاذن الداخلية inner ear الاذن تقسم الى ثلاث اقسام الاذن الوسطى المدل اير مالجهتين ترتبط بالnasopharynx عن طريق قناة اوستاكي فيقول اوستاكي نيتيوب تدخل بهاي المنطقة وتصب بالnasopharynx اخر موضوع بالمحاضرة اللي هو اللارنكس والحبشكات ماته اللي هي لسان المزمار الابجلوتس والبوكل كورد الحبالة الصوتية ماذا تعريف اللارنكس؟ اللارنكس هي الحنجرة يقول هي short 4cm x 4 يعني طولها 4 سنتيم وعروضها يعني الدايميتر ماته ايضا 4 سنتيم passage of air يدخل من خلالها الهواء between the pharynx and the trachea وراه يوصل للتريكة للقصبة الهوائية وراه يتروح للشعب الهوائية لبرونكاي بعدين للحويصات الهوائية اللي هي الالف يولا It's rigid wall. الجدار مالته is reinforced by hyaline cartilage and the smaller elastic cartilage نفس الفكرة وجود الكارتلاج سواء كان الhyالين او ال elastic cartilage الالياف المرنة هو حتى يمنع الانكماش حتى يمنع انه جيس الجبس من يتفرغ من الهواء رح ينكمش هنا من يطلع الهواء بالزفير حتى ما تنكمش الحنجرة ولا تنكمش القصبة الهوائية In addition to maintaining an open airway يعني يقول وظيفتها واحدة من الوظائفة انه maintaining تحافظ على open airway كلمة airway يعني المجاري التنفسية او المسالك التنفسية بس بالعامية احنا نقول مجاري تنفسية فنقول open airway هاي النقطة الاولى فاذا من يقول لك شن الفنكشن شن الفيزيولوجي مال اللارنكس تقول لها اول شي النقطة الاولى هي maintaining an open airway هاي النقطة رقم واحد نحط عليها highlight النقطة الثانية يقول movement of this cartilage حركة هاي القارتلج هاي الغباريف عن طريق الاسكريت المصل participate in sound production او during phonation شن يعني sound production الصوت مالتنا هسا انا من داشا لك المحاضرة انا دا استخدم الحبال الصوتية الموجودة باللارنكس بالحنجرة مالتي فاذا عندنا وظيفتيا هاي بالفيزيولوجي وظائف اللارنكس انه هي اولا الفونيشن الصوت ثانيا انه هي تحافظ على open airway اهنا اذا نجي نشوف الصورة هذا هو الاناتومي اوف لارنكس هذا هو الماث هذا هنا التنغ مالتنا اللسان مالتنا شوف اهنا ننزل هنا رح يكون شباب اهنا من هاي الجهة رح يكون اهنا الفارنكس اللي هو البلعوم وراها اهنا يأما ننزل لي جوا او نجي من نانة احنا اذا اجينا هذا الطريق رقم 2 هذا الطريق رقم 1 هذا اناتومي اللارنكس هي طريق رقم 2 من الحماية الطريق رقم 1 من هو دكتور الطريق رقم 1 هو رح يكون الايسوفيغاس الايسوفيغاس يا شباب رح يكون هو هذا المريء مالتنا مالتنا فإحنا قلنا إذا أتهنانا أكو لقمة وهي اللقمة نزلت هنا بالبلعوم مالتك بالفانكس هاي إذا راحت إذا هذا الأكل مالتك شلون ما يروح للرأة هذا الأكل إذا راح للرأة راح يصلك التهاب ذات الرأة وهي من الحالات الخطرة زيان دكتور لعد هذا الأكل شلون يروح على الطريق رقم واحد وما يروح على الطريق رقم اثنين لأنه من إحنا ناكل هذا الأبيجلوتس لسان المزمار راح ينسد ينزل لي جوا فراح يسد الطريق رقم اثنين يبقى الطريق رقم واحد فينزل من البلعوم إلى الماء هاي بالنسبة للفيزيولوجي مع الجي آيت راح ناخدها إن شاء الله بالموديول الجاي وأيضا هاي للفيزيولوجي مع الأبيجلوتس هذا هو الأبيجلوتس هذا هو لسان المزمار فمن راح ناخد الأبيجلوتس أو لسان المزمار وظيفته راح نقول هي protect the airway from food particle يحمي المجاري التنفسية من الأكل هاي هي الأبيجلوتس بعشانه عندنا مهم عندنا الفوكال كورد اللي هي الحبال الصوتية هاي أهم شي بالنسبة للهيستولوجي هاي التقسيمات هي التقسيمات anatomy راح يشرح لكم إليها إن شاء الله دكتور عبدالله فيقول the epiglotus اللي هو flattened structure يعني في التركيب flat عدل ما بي لا صعده على النزلة projecting from the upper rim of the larynx شو يعني يعني يطلع من الحافة العليا upper rim معنى الحافة العليا فإذا نجي نشوف هاي الصورة شباب إحنا إذا نوخر هاي الشخبيط مالتنا إحنا عدنا هاي اللانكس شوف هاي اللانكس هاي الأبرلم هذا هو ال epiglotus هاي الحافة العليا مالتها هذا هو ال epiglotus طالع من دانم هذا ال epiglotus شنو وظيفته وظيفته إنه من يجي الأكل هذا ال epiglotus ينزل بهاي الطريقة بحيث شي يصير هذا من ينزل رح يسد هاي المنطقة كلها فماكو أكل ينزل للقصبة الهوائية أو للحمجرة فيقول هذا يطلع من ال upper rim of the larynx وظيفته وأهميته شنو serve to prevent swallowed food or fluid from entering that passage هاي نقطة مهمة معناها وظيفته هو يمنع إنه الأكل الفود particle أو الفلود أو السواهل إنه تدخل بال airway بالمجالة النفسية مالتها It's upper or lingual surface شنو upper or lingual surface احنا نعرف إذا احنا هو هذا هو هذا اللي بالأحمر هذا هو ال epiglotus مالتنا بيه سطح الوي باتجاه التنغ فانصيح لهذا lingual surface فإذا هذا lingual surface يتقول upper surface نفس الشي وهنا رح يكون عندنا هذا هو lower surface فإذا شباب ال upper surface أو lingual surface هل ستتعرف ليش يصبح ال upper surface lingual surface هذا anatomic لأنه هنا باتجاه التنغ رح يكون فيقول هاي مهمة وتنسيل عليها مهم جدا لسان المزمار بنوعين من الأنسجة وهاي دائما تجي MCQات السطح العلوي أو السطح القريب من اللسان اللي هو هذا رح أحط لك هنا عليها باللون الأخضر هذا السطح رح يكون بستراتيفايد سكويماس أبيثيليا شوف ستراتيفايد سكويماس أبيثيليا at variable point on its laryngeal surface laryngeal surface باللون الأخضر قلنا هذا اللون الأخضر هو ستراتيفايد سكويماس أبيثيليا بينما يا شباب اللارنجيال surface this epithelium يصبح بترانزيشن أيضا يتحول رح يتحول الى siliated pseudostratified columnar epithelium اللي هو نفسه ال respiratory epithelium فهنا مهمة جدا رح أرسميك هنا لسان المزمار يكون بهاي الطريقة رح يقول لي دكتور أكو عليها سطحين سطح باللون الأخضر رح يكون سطح باللون الأزرق هذا السطح اللي باللون الأزرق اللي هو السفلي هذا هو lower surface أو laryngeal surface هذا شبيه؟ هذا يكون respiratory epithelium هنالخصت الكياه السطح اللي بالأخضر قلنا هذا اسمه lingual surface أو upper surface هذا يكون stratified sequence epithelium هيا هي دائما تنسيل عليها مهمة يا شباب لازم تركزون عليها لأنه الليسان المزمار بي نوعين من الأنسجن سطح بي نوعين من الأزرق اللي هي الباسمنت المبراين وما يجاوره بيه الميوكاسي غلاني والسرسي غلاني The larynx is a short air passage between the pharynx and the trachea هاي حتشيناها Its wall contain skeletal muscle and pieces of cartilage يعني الجدار ما الحنجرة بيه عضلات هيكلية للسكلية المصل and be some pieces of cartilage هاي الكارتلج قلنا هي اما elastic cartilage و قلنا ممكن هيالي cartilage فيقول all of which كل هذولة make the larynx specialized for sound production أو phonation لذلك اجلنا هاي من الوظائف المهمة للارنكس أو خلنا نقول اهم وظيفة للارنكس هو sound production والفونation This low power micrograph show the laryngeal vestibule اذا نجي نشوف هاي الصورة هذا هو ال LV هذا ال LV هو laryngeal vestibule شون يعني laryngeal vestibule يعني الفراغ أو الجوف مال اللارنكس فهذا هو LV نجي نكمل الشرح فاذا نجي نشوف هاي الصورة قبل ما نكمل الشرح هذا هنا يا شباب هذا الفراغ هذا هنا الجوف مالتها هذا هو laryngeal vestibule هذا هو ال vestibule مالتها فيقول هذا ال vestibule which is surrounded by a serromyucous gland اللي هي القوبلت سل فمن يجي هنا نشوف هاي هنا خلي نكبر لكم يا عام هاي حرف الجي هاي القوبلت سل اللي هنا موجودة حتى تفرز الميوكاس حتى تفرز المادة المخاطية اللي قلنا من اهميتها انه تفيد بالترطيب الى آخره يقول بعد شنو the lateral wall of this region bulge as a pair of vestibular fold شنو يعني احنا اول شي قلنا هذا شنو هذا هو laryngeal vestibule هنا قلنا هاي هي goblet cell والsubmucous gland هذا ما ره يقول بالlateral wall يصر اكو projection يصر اكو نتوءات هذا هي النتوءات هاي شي نصح له نصح له VF vestibular fold هاذا نصح له شنو vestibular fold فشوف يقول اكو بالlateral wall مال هاي الريجن bulge as a pair of vestibular fold these are also contain serromucous gland and areolar tissue with malt احنا نتذكر المالت هو شنو المالت المالت هو ميوكوزا اسوشيتد لمفويد تيشو ميوكوزا اسوشيتد لمفويد تيشو معناها شنو معناها اكو لمفويد تيشو اكو انسجة لمفاوية موجودة بالميوكوزا منصح له ميوكوزا اسوشيتد لمفويد تيشو فشوف يقول often with lymphoid nodule lymph node and are largely covered مغطيها شنو respiratory epithelium معايد لك شباب من قلنا نسمع كلمة respiratory epithelium معناها pseudo stratified columnar epithelium ciliated columnar epithelium هنا يقول with the region near the epiglottis having stratified sequemus epithelium ليش لان قلنا احنا ال epiglottis به نوعين ال epiglottis السطح العلوي مادته يكون stratified sequemus والسطح السفلي يكون respiratory epithelium ومعيش حجينا below each large vestibular fold اكو narrow space او شنو اسمها ventricle فاحنا نجي نعيد اول شيء احنا صار عدي هذا lv اللي هو الجوف مالتها الجوف مال ال larynx ورا راح تيجي نتوقات هاي النتوقات نصح لها vestibular fold ورا هاي ال vestibular fold تيجي في التجاويف هاي التجاويف نصح لها ventricle فاشوف هاي التجاويف نصح لها ventricle فاشار عندي صار عندي laryngeal vestibule ورا صار عندي ventricular fold يعني النتوقات ورا صار عندي هذا ventricle اللي هي تجاويف منها منها ورا نصل لل vc ال vc شباب هي vocal cord vocal cord شنو يعني vocal cord يعني الحبار الصوتية حتى نكون بصورة دقة هاي راح نقول عليها true vocal cord دكتور مدام قلت true معنى اكو false vocal cord ما دام اكو vocal cord الحبار الصوتية الحقيقية واكو الحبار الصوتية الكاذبة اذا اهنا دا نحكي احنا عن mcq مهم جدا اهنا هاي داما تجي mcq يقول لك سواء بالاناتومي او تجي بالهيستولوجي يا هي false vocal cord الحبار الصوتية الكاذبة ويا هي true vocal cord الحبار الصوتية الحقيقية راح نجيها بالتفصيل اللي تقلقون بس اهنا حتى نكمل يقول اكو each below each vestibular fold جوا كل هاي الفي اف شنو اكو اكو narrow space او نصح له ventricle هاي هي ventricle اللي هي التجاوذ below which جواها جوا ventricle اكو another pair off of lateral fold نصح له vocal fold او vocal cord فاذا نشصار عندي راح ارسم هنان الرسم انا راح ارسم الكياه وحدنا هنان راح تبي دكتور هاذا عدنا هاذا الفيستيبيول هاذا اللارنجي الفيستيبيول ورا صار عندي نتوآت هاي النتوآت قلنا هاي ventricular fold هاي ventricular fold شنصح له نصح له هاي هي هاي هي false vocal cord هاي هي false vocal cord انكمل بعشعدنا راح ادوي دكتور ورا ventricular fold اكو ventricle التجاويف تيجي هاي الطريقة وراها راح تيجي نتوآت اخرى اكو pair of fault هاي النتوآت الاخرى نصح لها vocal cord وهاي راح تكون true vocal cord فاذا راح تبي دكتور اذا نفتن من كلامك صار اكو false vocal cord واكو true vocal cord واسا راح نحكيها بالتفصيل من جديد فاذا اذا صار عندي اول شي صار عندي هنانا هذا هو vestibule وراها صار عندي projection هاي ventricular fold وهاي قلنا اللي تكون false vocal cord وراها يجي ventricle هذا التجاويف ورا تيجي نتوآت اخرى هاي النتوآت الاخرى راح تكون لي vocal cord بعدين هسا نكمل شوي راح تكون هسا بيها صعوبة راح نشاهلكم بيها مرة لخ على صورة اخرى راح تتوضح اتكم الصورة بالتفصيل ورا هاي صورة اكو صورة اخرى توبح لكم كل شي بالتفصيل هاي vocal cord مهمة جدا راح تنسل عليها التالي شل نوع النسيج اللي يغطي يقول these are covered by stratified sequamous epithelium فهي نقطة مهمة لحد الان شباب حتى ابسط لك ياها كل اللي حجيناه هو respiratory epithelium كل اللي حجيناه هو Seedosteroid stratified columnar siliated epithelium عدا ثم عدا السطح العلوي ماللسان المزمار عدا الأبر أو lingual surface of the epiglottis وعدا vocal cord السطح العلوي lingual surface of epiglottis وال vocal cord both are covered by stratified sequamous epithelium هاي اللي التلخيص إلك فاستحل شرحنا طينا نسيكيوات وسوينا ملخصات فنكمل يقول and project more sharply into the lumen معناها هذول يتجهون إلى الجوف بصورة حادة more sharply يعني يكون واضحة العيان انت اكو بالدخلون جهاز بالكامرا يشوفك ال vocal cord شون جدا واضحة وهس يشوف الكياه defining the rim of the opening into the larynx itself each contain a large citriated vocalis muscle هاي هي ال vm هاي هي ال vocalis muscle شوف اش كبرها هاي هي ال vocalis muscle ليه سموها vocalis لأن هي مسؤولة عن إنتاج الصوت الصوت ما لدينا شباب هاي هي الصورة ما ال vocal cord حطيتكيها على الجانب شوف هاي هي الصورة ما ال vocal cord بحالتها تكون closed مسدودة أو تكون open من انت ساكت هاي هنا تنفتح وتنسد هاي من يفتحها ويسدها تنفتح وتنسد عن طريق ال vocalis مصالفة هاي وظيفتها فإذا هسا احنا من يجي نشوف احنا رح تكون هاي هنا ال vm وهاي ال vm ال vm هي ال vocalis muscle variable tension of this ligament caused by muscle produced different sound يعني يقول لك هذا التنشن يعني ستشوف احنا نشوف يقول اكو تنشن على الليجامت هاي الأبيض هي الليجامت من يصر اكو تنشن عليها هذا رح يغير الصوت رح يغير الفونيش رح يغير النبرة مالتنا مال الصوت هذا التنشن على الليجامت من يسوي؟ تسوي ال vocalis مصر رح يشرح لكم ان شاء الله بكتور يوسف بالفيزيولوجي all these structures and spaces اول these folds يعني هاي مال مجهة يعني داي يقول لك انه هاي التكبير 15 مرة والصفغة H&E الى اخرى هاي الصورة اللي رح توضح لك كل شي اول شي احنا نحشي هذا هو الأبيغلوتس ليفوك احنا هنا شباب نقول هذا هو اللارنجي الفيستيبيول هذا هو الجوف مالاته نحشي على الفيستيبيول ما اللارنكس الجوف مال اللارنكس اول شي قلنا نشوف هاي هي الفولد الاولى هاي اللي صحنا لها فولس فوكال فولد الفولس فوكال فولد اللي هي هي اللي هي ventricular ventricular فولد هاي حتى مدلط بها يعني نشوف هاي هي الفي اف اذا نصغر صورة هاي الفي اف هي نفسها الفولس ventricular فولد وراها تجي هاي التجاويف الصغيرة هذا التجويف هذا شنصح له صحنا لها الفنتركل هذا صحنا لها الفنتركل حتى نقارن لي فوق شوف هذا الفنتركل هو نفسها هذا التجويف هذا هو الفنتركل وراها اللي قلنا شعب لي هذول الفولد الاخرى هاي هي الفوكال كورد الترو فوكال كورد فاها قلت لك نقطة مهمة جدا ودائما تجي بالم سيكيوات اكو نتوءات اثنين هنانا اكو نتوء اول وهنانا اكو نتوء ثاني يا هي القليص الفوكال كورد وهي الحبال الصوتية الحقيقية ويها هي الحبال الصوتية الكاظمة الحبال الصوتية الحقيقية هي هاي الفوكال كورد هنا nettüre قالابنت عن Barbara قالابنت قالاب dos قالابك قالاب قالاب هنا ايضا مقطع جانبي هسا احنا هذا الفراغ هذا الفراغ هو منوى هذا هو الفنترقل هذا هو اللي قلت لك عليه التجويف اهناش عدنا عدنا الفوكل فولد الفنترقل فولد وهنا عدنا شوف حتى اكتب لكيها بالكاملة اكو فنترقل فولد واكو الفوكل فولد هاي الفنترقل نحط يمها الفولس وهنا نحط يمها لترو وشباب هذا دائما يجي ام سي كيو مهم جدا 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 الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار يقول هو كوفرز لارنجيال اوبننج ديورنج سوالانج هذا يسد او يغطي الفتحة مالي الحنجرة اثناء عملية البلع مالي الاكل فبالتالي راح يمنع دخول الاكل والسوائل الى الحنجرة والى المجاري التنفسي core of elastic cartilage شو يعني core of elastic cartilage معنا البنية الاساسية ماتة شان الشاصمة السيارة هذا البنية الاساسية ماتة هو الغضروف المرن elastic cartilage superior surface وال inferior surface قلنا superior surface صحيح له lingual surface وال inferior surface قلنا صحيح له laryngeal surface وهذه قلت لك مهم superior هو non keratinized stratified sequamous epithelium وكلمة non keratinized مهمة غير متقرد خاف بالامتحان يخربط الكهفة انت لازم تعرف انه غير متقرد inferior surface هو respiratory epithelium وهي حجيناها هواي laryngeal cartilage يقول support the wall of the larynx يعني تنطي دعامة للجدار مال larynx and serve as attachment of vocalis muscle وحنا سنعرف شان ال vocalis muscle ال vocal fold وقلت لك هاي مهمة ليش مهمة؟ مهمة من ناحية MCQ ومن ناحية نوع النسيج يقول هاي covered by non keratinized stratified sequamous epithelium وقلت لك كل اللي اخذناه لحد الان هو مغطى بالrespiratory epithelium ما عدا ثلاث شغلات رح كانان اثنين وهس هحط لك واحدة واحد اثنين ثلاثة المختلفات شو يعني شباب كل اللي اخذناه هاي سبك فد ملخص للمحاورة كل اللي اخذناه هو مغطى بالrespiratory epithelium اللي هو pseudo stratified columnar ciliated epithelium عدا ثلاث شغلات الشغلة الاولى اللي هي superior conker اللي هي يغطيها بال olfactory epithelium هاي يكتب الكي هنا هاي olfactory epithelium الثانية والثالثة اللي هي superior surface أو شنو of epiglottis أو lingual surface of epiglottis والنقطة الثالثة اللي هي vocal cord هذول الثانيين من يغطيهم non keratinized non keratinized sequemus stratified sequemus epithelium فهي النقطة مهمة لازم تخليها ببالك خي يتلخص المحاورة كي تشقره الهيستولوجيا حتى متنسى وحتى متخربط بالامتحان خلي هاي القاعدة ببالك رح تفيدك رح تجوب بها كل الامسي كيوات بينما الفولس vocal cord تغطى بالrespirator epithelium مثل ما قلتلكم حسب القاعدة مالتنا الفولس vocal fold مني هي اللي هي ventricular ventricular fold هاي حتى تخليها ببالك هاي الباقي هي كلها صور كلها احنا حجيناها قبل شوية بالتفصيل المميد ولهنا يا شباب انتهت محاضرتنا وشكرا جزيلا